في اليوم بدأ خصص الحلقة للحديث عن المتحدثين الرسميين أبو عبيدة في قطاع غزة والعميد يحيى السريع في اليمن يعني هذولا اليوم فعلا أعطونا أخبار مفاجئة وأخبار ربما تكون صارة لكل الشرفاء في العالم وليس فقط في المنطقة العربية في أمر آخر وهو يعني إيش انعكاسات التطورات الحالية على المشاريع الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة والعالم مثل مشروع مثلا اللي هو طريق الهند إلى أوروبا عبر حيفا أو طريق الطريق البري أو الجسر البري بين دبي وبين حيفا هذه يعني بدنا نحكي عن انعكاساتها كمان بدنا نحكي عن اللي هو معنى خطاب أو استخدام أمريكا لحق النقد الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع بوقف إطلاق النار إن شاء الله الوقت يسمح لنا ونتبحر في هاي المواضيع نبدأ بما قاله هو بيان أبو عبيدة أولا أبو عبيدة لا يكذب ورجل صريح وواضح ومؤمن ولهذا يعني أصبح من أهم الشخصيات في الوطن العربي في الوقت الرهن يعني أنا بتشوفوا وسائل التواصل الاجتماعي صوره في كل مكان طبعا صوره ما حدش بيش صوره الشخصية اللي بيستعرض فيها لا اللي هو اللثام أو الشماغ الأحمر اللي بتلثن فيه وبيظهر فيه وهو قمة التواضع على أي حال خطاب أبو عبيدة مهم لأنه كشف فيه أنه فيه 180 دبابة وعربة عسكرية إسرائيلية جرى تدميرها في العشر أيام الأخيرة فقط واليوم فيه على الأقل خمس دبابات جرى تدميرها ويعني كمان وقوع خسائر كبيرة جدا في أوساط القوات الإسرائيلية في قطاع غزة سواء شماله أو جنوبه الأمر الآخر اللي حكي عليه أبو عبيدة أنه يعني أنه إسرائيل هزمت في الشمال هزمت هزيمة نكراء في الشمال يعني لحتى الآن بتقصف في الجبالية لحتى الآن بتقصف في الشجاعية طيب وراحت على خانيونس هربا أو راحت على جنوب قطاع غزة هربا من الشمال أو على الأقل لأنه حتى تبين حالها محاولة السيطرة لا سيطرت في الشمال ولا سيطرت في الجنوب إذا كان يواف زيتون المحرر العسكري فيه صحيفة يدعوت أحرنوت بيقول أنها يعني الجيش الإسرائيلي بده ست شهور حتى يسيطر على الشجاعية والشجاعية كلها زي مخيم جديد مش أكثر من يعني كيلومتر مربع في شرق غزة فإذا الشجاعية بدها يعني ست شهور طيب وخانيونس بدها ثلث شهور طيب إمتى حينتصروا هذوره وإمتى حيسيطروا على القطاع ولا عمرهم بيسيطروا على القطاع طيب مكش كادرين على جنين جنين خمس سبع مرات بدخلوها في الشهر وبيطلعوا بيرجعوا ويعني المقاومة بيزيدوا بتقوى أكثر ورغم تعاون اللي هو التنسيق الأمني معاهم في هالقصة لكن شباب جنين استطاعوا أنهم يهينوا ويذلوا الجيش الإسرائيلي طيب فما أدراكم في قطاع غزة اللي متحضرين ومستعدين وعندهم قطة واضحة للحرب وصار لهم ثلاث سنوات بعدولها وعندهم صواريخ وعندهم من كل سواء صواريخ تضرب تل أبيب ولا صواريخ تضرب زدود ولا تضرب عسقلان يعني مجهزين فهم يقولون أنه مسيطروا على القطاع هذا مستحيل جدا أبو عبيدة أكد هذه المسألة وقال أنه لا خيار أمامنا إلا مواجهة هذا العدو في حرب مقدسة لأنه هذه حرب تحرير فأبو عبيدة لخص الأمر وقال بالحرف الواحد أنهم لن يحصلوا على أسير واحد إلا وفق شروط المقاومة يعني بدكم تعملوا عمليات عسكرية أهلا وسهلا آخر محاولة في غزة حاولوا يعني يفرجوا عن أحد الجنود الأسرة إيش اللي حصل أنه الجندي قتل برصاصهم والمجموعة أو الفرقة اللي حاولت تنقضوا كلها أبيدت يعني بين قتيل أو جريح ومعظمهم حتى قتلوا والعربة بتاعتهم نصفت والأكثر من هي أنه يعني استولت المقاومة على كنز من البنادق ومن الأسلحة ومن الأجهزة الرصد وما شابه ذلك فهذه مسألة كثير 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 مهمة بالنسبة لنا لازم نوضحها المقاومة زالت صامدة والمقاومة زالت تقاتل والمقاومة زالت تلحق خسائر كبيرة جدا في أوساط العدم العميد يحيى سريع خرج علينا أمس بي يعني بيان ناري جدا يعني اليمن هذا أبو يمن والله إنهم قمة الشجاعة وقمة الجراء إيش حكى أبو سريع؟ حكى بالحرف الواحد أنه إحنا سنستهدف كل سفينة بغض النظر عن هويتها تتجه إلى الموانئ الإسرائيلية بين قوسين يعني طالما في تجويع لقطاع غزة طالما المساعدات متوقفة طالما العدوان مستمر على قطاع غزة لا إحنا مش هنضرب السفن الإسرائيلية بل أي سفينة أمريكية فرنسية ألمانية إرجنتينية أين كانت الحاملة بضائع لدولة الاحتلال إحنا سنضربها وفعلا اليوم الصبح بدأوا اليوم الصبح في ثلاث مسيرات كانت بدها تضرب اللي هي فرقاطة حربية فرنسية طبعا فرنسا قالت أسخطنا ثلاث طائرات مسيرة لكن الله يعلم هذول ما بيعلوش خسائرهم ففورا بدأ التنفيذ هذا عمل يعني انذار خطير جدا هذا يعني أنه كل السفن اللي بتمر من البحر الأحمر رايحة سواء من عبر اللي هو خليج العقبة أو عبر قناة سويس وريحة على موانئ إسرائيلية بين قوسين هاي ستضرب ما في نقاش وأبو يمن إذا قال نفذ وفعل لا يهدد إلا لينفذ هذا مسألة ضرورية هاي رسائل هاي والله الوحيد اللي واقف مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو الشعب اليمن الشقير هو أنصار الله في اليمن هم الشرفاء في اليمن بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية هذا هو يعني هو الوحيد في غزة الآن في حصار ما فيش يعني سفيرة أو ما فيش شاحنة مساعدات طبية أو غذائية بتدخل للقطاع يعني أنا بحكي مع أهلي في غزة قال بالحرف الوحيد قال وإحنا على حافة مجاعة أو المجاعة بدأت فعلا ما فيش في القطاع ما فيش القطاع بعدين مسكر الحدود يعني مسألة خطيرة جدا يعني إسرائيل هي اللي بتفتح وهي اللي بتسكر طيب إحنا بنقول وين مصر طيب يا أخي هذول أهلكم هذول مسؤوليتكم يعني ليش يموتوا من الجوع وبأي حق هذا بصير يعني فاللي واقف الوحيد اللي واقف أو مع المقاومة ومع الشعب الفلسطيني وبيطالب بحقوقه وبحقيقها كاملة هو الشعب اليمن الشقيق أي والله بطولة هذه والله عيب على الدول العربية يجوعوا الشعب الفلسطيني ويقصفوا الأطفال وإنتوا قاعدين بتتفرجوا وعندكم الجيوج فهذه مسألة هذه رسالة قوية جدا يعني الشعب الفلسطيني الآن والله كله أكثر أكثر شعب عنده شعبية في العالم الآن عند كل العرب هو الشعب اليمني هم المقاتلين اليمنيين هم الرجال الرجال اليمنيين فهذه مسألة هذه رسالة هذه رسالة تعني أنهم ما في بقرة اللي بدهم يعمل مشروع والله اللي هو طريق الهند إلى أوروبا عبر بناء حيفا ولا حيمشي أبدا أبداً اليمن سيضربوا كمان قصة الجسر البري اللي بدي يجي بديل عن إغلاق باب المندب وإغلاق البحر الأحمر في وجه الملاحة الإسرائيلية هذا الجسر البري أيضاً سيضرب لأنه أين بدأت تمشي شاحنات طيب الشاحنات هاي بدأت تنختر يعني من غير لا حيتصدولها الأشقاء في اليمن اللي بضرب الشاحنات اللي رايحها عبر الأردن وعبر السعودية إلى ميناء حيفا فهذه رسالة مهمة جداً الأمر الآخر أبدأ أحكى عليه أنه مشروع التهجير ما زال مستمر ما زال هذا المشروع مستمر يعني بمعنى بدهم يجوعوا أهل القطاع وبدهم يقتلوا فيهم ويقصفوهم على أمل أنهم يأسوهم وخاصة العرب تخلوا عنهم ويهاجروا لا يعني هذا المشروع أيضاً لن يمر على الإطلاق لأنه الشعب الفلسطيني لن يكرر خطأه في الثمانية واربعين أو في السبعة وستين لما اعتمد على العرب وجوج العرب لا الآن هو ما جالس وهو في أرضه ومزروع في أرضه ومسمر في أرضه ومشروع الوطن البديل في الأردن لن يمر أيضاً لأنه الشعب الفلسطيني يعني لا خاذي فكرة الهجرة لا بده يستشهد على أرضه هذه مسألة مهمة الأمر الآخر بدي أحكي أنه أبو عبيدة لما بيحكي أنه المقاوم ما زالت قوية أنه المقاوم ما زالت فاعلة أنه الأنفاق ما زالت على حالها ويعني فيها كل المعامل الأسلحة ومصانع الأسلحة والصواريخ مستمرة لم تتوقف لحظة لكن اللي بدي أقولكم يا أنا أنه الآن طبعاً ستين يوماً مرت ستين يوم لحتى الآن إسرائيل ما قدرت السيطر على قطاع غزة على الإطلاع إيش اللي بتصير في الأيام الجاية؟ خليناً نستقر في المستقبل هؤلاء الشباب الفلسطيني اللي بيشوف أخوه يستشهد وأطفاله تستشهد هذا سينضم للمقاومة أنا أحكي لكم شيء من تجربة عملية في الـ 67 في الـ 67 بعد هزيمة الـ 67 انبثقت المقاومة من القطاع ومن رفح ودير البلح وخنيونس وجباليا وكلها وكانت يعني بعد أيام من الهزيمة بعد أيام من الحرب الـ 67 بدأت المقاومة الآن هاي المقاومة ستأتي أكثر قوة من المقاومة اللي طلعت بعد حرب 67 الشعب الفلسطيني سيستمر في المقاومة وسيستمر في إلحاق الأذى بالإسرائيليين بعدين كمان إن إسرائيلي بتحدبتها تضرب في اليمن إيش بتضرب في اليمن يا والله أكبر خطأ تاريخي بترتكب وأمريكا أو إسرائيل إذا ضربت اليمن والله لا يوجعوا مع اليمن لعقود قادمة فالأمور تسير بإذن الله نحو النصر وأنا أعتقد أن المشروع الإسرائيلي في قطاع عزف فشل فشلت دريعا